حاجة ترعب قابلت شاب والشاب ده أمور قوي شكله حلو قوي وابن نيس ومؤمن مؤمن وابتدى يدخل في اليوجا المساحية وابتدى يمارس ما هي اليوجا تبص تلاقي نفسك عملت المرحلة الأولى تلاقي جوع وعطش زي المخدرات خدت مخدر عايز أكتر 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 لغاية ما وصل للمرحلة ستمنا بالعربي كمان كلمة الأفع أو الكبرى بالإنجليزي بيسموها الاسم هفتكروا دلوقتي ابتدى في المرحلة دي ابتدى قاعد وابتدى يحس إن فيه حاجة دخلة من رجله وابتدت تدخل من رجله تدخل من رجله دخلت على الاسباين على العقمود الفقري بتاعه إلى أن قربت على الرقبة وأول ما ابتدت تقرب على الرقبة ابتدى يحس بحاجة مش مريحة ابتدى يدرك إن فيه أمر شيطاني حصل معاه دلوقتي وإن اللي حاسس به ده ده لا يمكن يكون راحة ولا يمكن يكون سلام ولا يمكن يكون كل الحاجات اللي هو أعتقدها فرحة قام ورفض الأمر ده وابتدى يبص في الإنترنت على الحاجة اللي حصلت له وابتدى تدسكرايب اللي حصل له وابتدى يوصفها لغاية ما قدر يفهم دي إيه وأول ما دخلوا فاهم وعرف إن دي الكبرى بتدخلوا الزعبان الكبرى بيدخلوا أنا ناسية الاسم بالإنجليزي وابتدى إنه يتوب وابتدى يعلن سلطان يسوع وابتدى يقول أنا برفض ده أنا دخلت برجلي لكن أنا بتوب على إنه دخلت بدمي والشاب ده أنقص بالرغم إنه مسيحي بالرغم إنه يعرف الكلمة بالرغم إنه بيسلك في مخافة ربنا لكن دخل في حتة غلط اليوجا المسيحية فيش حاجة اسمها يوجا مسيحية ده خداع ده اسم إبليس حطه علشان نتخدع وندخل فيه حاجة مسيحية المسيحية الحقيقية لا تؤمن باليوجا وزي ما شفنا رأي كنيسة الكاثوليكية فيها